نقلب معكم عددا من الملفات ونبدأ الحر الليلة من التقارب السعودي الإيراني الذي يبدو أنه يسير نحو انفراجات لن تقتصر على العلاقات بين البلدين بل سيتعداها إلى باقي ملفات المنطقة وقد فتح ما كشفه الرئيس العراقي برهم صالح عن أن بغداد استضافة محادثات بين الرياضي وطهران فتح أكثر من مرة فتح المجال أمام أن تكون المفاوضات قد شملت ملفات عدة وفي المقدمة حرب اليمن كما ربط كثيرون بين المحادثات السعودية الإيرانية وما يحدث في مسقط بالنظر إلى النفوذ الإيرانيين على الحثيين فكيف سينعكس التقارب السعودي الإيراني على حرب اليمن؟ وهل يمكن لهذه المفاوضات أن تضع حدا لحرب اليمن أو أن تؤدي إلى وقف إطلاق نار مؤقت فقط؟ يطرح التقارب الدبلوماسي بين السعودية وإيران بوساطة عراقية احتمالات عدة بشأن تخفيف التوتر في المنطقة من جهة وأن أزعيفة لأزمات أخرى يتخاصم فيها الطرفان إقليميا من جهة أخرى وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف عن لقاءات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين استضافتها بغداد في أوقات مختلفة وأحيطت بسرية تامة كان آخرها في أبريل الماضي بين رئيس المخابرات السعودي ومسؤولين إيرانيين لم تكشف بغداد عن عدد اللقاءات أو فحوها أو حتى دورها في تلك اللقاءات لكن المؤكد بحسب مسؤولين غربيين استمرار الرياض وطهران بعقد اجتماعاتهم الشهر الجاري ويشير باحثون سياسيون إلى وجود صلة مباشرة بين المحادثات السعودية الإيرانية وما يحدث في اليمن بسبب نفوذ الإيرانيين على الحوثيين وارتفع سقف التوقعات باحتمال أن تضع جولة المفاوضات هذه حدا للحرب في اليمن أو حتى إلى وقف مؤقت لإطلاق النار ورغم أجواء التفاؤل بتهديئة الصراع بين الرياض وطهران فإنه الصراع معقد ومتراكم وقد يحتاج بحسب مسؤولين غربيين آليات ومسارات متعددة تبدو غائبة في الوقت الحالي كما رجح مسؤولون السعوديون أن تخفض الرياض مستوى توقعاتها المرجوة من طهران بشأن الأزمة اليمنية خصوصا مع إصرار الحوثيين وفق متابعين على عدم تفويض من يمثلهم حتى وإن كانت إيران الداعم الأكبر لهم ولنقاش هذا الموضوع نضم رينا من الرياض سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات ومن عمان نبيل العتم الخبير في الشأن الإيراني مرحبا بكما ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد سعد مع التأكيد الآن على أن اللقاءات لم تكن لقاءا واحدا بين كل من المسؤولين السعوديين والمسؤولين الإيرانيين في العراق هل يعني ذلك أن عدة ملفات كان النقاش فيها في التفاصيل كانت هناك محاولات للوصول إلى مستوى من التفاهم فيها نعم مساء الخير لك ولجمهورك المشاهدين الحقيقة أن هذه المباحثات لم تعلن عنها ولم تعترف بها لا المملكة العربية السعودية ولا إيران لكن فلنتوقع حدوثها هناك ملفات عميقة جدا وكبيرة جدا بين السعودية وإيران لا أعتقد أن الملف اليمني يشمل هذا التفاوض إن حصل أو المقابلات التي تردد ذكرها في بغداد هناك ملفات كبيرة جدا بين السعودية وإيران هناك اتفاقات النافضة هناك مطلوبين لدى إيران ولدى السعودية هناك اختلافات في سوريا هناك ملفات كبيرة جدا في العراق أيضا لا أعتقد كلها محتمل مباحثاتها والدراسة فيها والتحدث فيها إلا موضوع اليمن اليمن تعقيداتها أكثر من أي ملفات أخرى إيران لا يمكن أن تفرط في مسألة وجودها أو تأثيرها في اليمن إيران تعتبر أن السيطرة في اليمن هي سيطرة على الملاحة العالمية من خلال السيطرة على باب المندل إيران ترى أن السيطرة على اليمن هي امتداد امتداد لسيطرتها على الشام وعلى اليمن في العالم العربي متى ما أحكمت هاتين الكماشتين الشام واليمن استطاعت إيران أن تتحكم في جزيرة في العرب لذلك أعتقد أن المملكة العربية السعودية ليست بواقعة تباحث مع إيران في هذا الملأ سأود إليك سيد سعد داني أسأل هنا سيد نبيل ضيفي من عمان هل تتفق مع ما طرحه ضيفي من أن الحوثيين أو ملف اليمن لا يناقش مع إيران ومن زاوية أخرى أيضا قد لا يرضى الحوثيون أيضا أن تنوب عنهم إيران في التفاوض أو التفاوض مع السعودية مساء الخير أستاذ محمد تحية لك ولضيفك العزيز في واقع الأمر ربما الإيرانيين يعولون كثيرا على الملف النووي إيران دولة موجودة عبر ما يسمى بالحريق الإقليمي من خلال وكلاءها وأذرحها ومخالبها الموجودة في المنطقة في واقع الأمر هي تعول كثيرا على إعادة العلاقات مع الرياض لاعتبارات عديدة وأنا أخلف ضيفك من الرياض وسائل الإعلام الإيرانية اعترفت بوجود جولتين من المفاوضات ما بين إيران والسعودية في بغداد وربما كان هناك تصور وتحليلات في الإعلام الإيراني لا سيما المحسوب على الحرس الثوري الإيراني بالتأمل بأن تنتقل هذه المفاوضات من الإطار الأمني إلى مستوى الدبلوماسي إيران تعول كثيرا لماذا على هذه العلاقات مع المملكة العربية السعودية نظرا لدور المهم للمملكة إقليميا ودوليا في إخراج إيران من عنق الزجاجة من ناحية أخرى ربما هذا قد يساهم مفق الرؤية الإيرانية في دفع المفاوضات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد أو متسمى بالجولة الثالثة من فيينا إيران تحاول أن توظف الأزمة اليمنية ضمن استراتيجية تخادم الملفات خدمة لمصالحها وإذا كنت تذكر قبل أقل من شهرين خرج علينا مستشار مرشد الثورة الإسلامي علي لارجاني وهو رئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق قال تحدث بشكل واضح وصريح على أن إيران من الممكن أن تضع الملف اليمني على طاولة المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي إذا كان في ذلك مصلحة لتحسين أو حال حالات البرنامج النووي الإيراني بموزف ذلك تدرك إيران أن التقدم المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي في مجال العمليات العسكرية لا يصب لصالح إيران بعد أن خسرت كثيرا من أوراقها التفاوضية عبر مداخل الأزمات الإقليمية لا سيما في سوريا وفي العراق وفي المنطقة وبالتالي هي تحاول أن تصل إلى تسوية دعني أسميها دعني أخذ فقط قبل أن نبتعد عنها بنقطة الملف النووي سيد نبيل أعود بها لسيد سعد عندما حاولت السعودية أكثر من مرة أن تحجز مقعدا لها في مفاوضات فيينا لم يتسنى لها ذلك لم تقبل إيران أيضا بذلك حتى أن أحد المسؤولين الغربيين قال لإحدى وكالات الأنباء العالمية قال لها السعودية ترغب حتى ولو في غرفة بجانب الغرفة التي تعقد فيها المباحثات في فيينا فعلى ما بإمكان السعودية أن تتفاوض مع إيران بخصوص النووي عزيزي هناك أوراق كبيرة جدا تتفاوض مع السعودية والسعودية دورها كبير والآن لو تلاحظ أن إيران في تراجع على ملفات عدة على المستوى العراقي هناك انتفاضة كبيرة جدا من الحكومة العراقية ومن الشعب العراقي ضد النفوذ الإيراني هناك تراجع كبير في نفوذ إيران في العراق أيضا هناك تراجع كبير في النفوذ الإيراني في سوريا نتيجة الضربات الإسرائيلية ونتيجة رغبة حافظ بشار الأسد في الرجوع إلى الدائرة العربية أيضا التراجع الثالث في اليمن هناك كانت إيران تطمع من خلال تزويد الحوثين بالصواليخ الباليستية والطيران المسير أن تتقدم على الأرض في سبيل الاستلاء بواسطة أيديها وأدرعها على اليمن خاصة اليمن الشمالي كاملا لذلك هذا ما أجبر إيران أن تتفاوض مع السعودية أو تمد يدها وتطالب هي بالمفاوذات لكن بالنسبة للملف النووي الملف النووي هو منذ البداية في مفاوذات 5 زايد 1 الآن 4 زايد 1 نعم دول المنطقة من ضمنها فرنسا أيضا طاربت بأن يكون في دول المنطقة مقعد في هذه المفاوذات وإن حاضرا أو مستقبلا سيكون لدول المنطقة دور رئيسي في تحديد أشكر جزيلا شكر من الرياض سعد بن عمر ضيقا الوقت رئيس مركز القرن العربي دراساته من عمال نبيل العثوم الخبير في الشأن الإيراني شكرا جزيلا لكم